لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك خالد نزار المعروف والذي لا يحتاج إلى تعريف من ضباط فرنسا كان صف ضابط في الجيش الفرنسي إبان ثورة التحرير سيناريوهات كثيرة تتحدث عن قصة فراره ثم تغلغله ووصوله ودخوله في المؤسسة العسكرية وتغلغله وبنوغه أعلى المراتب حتى صار وزير الدفاع قاد انقلابا عسكريا عام 1992 ضد جبهة الإنقاذ التي فازت أنذاك بالانتخابات البرلمانية ودخلت الجزائر في دوامة حرب دامية تشكلت تنظيمات مسلحة وجمعات إرهابية وتم الزج بالجيش الوطني الشعبي في تلك الحرب النجسة ودفع الثمن غاليا الجزائريون والعسكريون والدولة الجزائرية وغروات الجزائر وبناها التحتير كان الثمن باهظا وكنا دائما نقول أن الدور القذر الذي لعبه خالد نزار في تلك الفطرة لا يقتصر على دوره فقط في الإنقلاب العسكري الكامل الأركان أنا ذاك الذي أقدم عليه ضد الرئيس الشادلي بن جديد وإنما بدأ الأمر منذ أكتوبر 88 عندما خرج الجزائريون إلى الشوارع وانتفضوا ضد حزب الواحد وتم استغلال تلك الانتفاضة التاريخية التي تعتبر أول انتفاضة شعبية في تاريخ الدول العربية جمع البعض يتحدث عن ثورات ما تسمى الربيع العربي ويزعم أن هذه الثورات الشعبية أو ثورات الشعوب ضد الاستبداد بدأت في تونس وهي مغالطة كبرى إذن كانوا يقصدون أن مخطط الفوضى الهلاكة فهو بدأ قبل ذلك وإن كانوا يقصدون حقيقة الانتفاضات الشعبية والثورات الشعبية ضد العنظمة الحاكمة فإنه قد بدأ في الجزائر عام 88 ولكن ضباط فرنسا كما يسمون خالد نزار العربي بالخير العماري وغيرهم الذين صادروا إرادة الجزائريين في التغيير التي بدأت في أكتوبر وهم الذين لعبوا الدور في اعتماد حزب كل المؤشرات تقول بأنه سيكون حزب متطرف بل أخرجوا حتى جماعات بويعلي والتحقوا بجبهة الإنقاذ وأصبحوا قياديين وفتح المجال للخطاب الجهادي والخطاب المتطرف وجاء الوقت المناسب بل سمح لجبهة الإنقاذ وسمح بانتخابات وكل المعطيات المؤشرة أن ذاك تقول بأن جبهة الإنقاذ ستفوز بالانتخابات وكل التقارير الأمنية أن ذاك تتحدث بأنه في حال إقدام المؤسسة العسكرية أو الدولة الجزائرية على أي إجراءات تعيق جبهة الإنقاذ من الوصول إلى الحكم ستتحول الأوضاع إلى قنبلة موقوتة فكل المعطيات بل أن الأحديث إيث والتقارير بدأت تتحدث قبل انتخابات ديسمبر عن بداية تشكيل تنظيمات مسلحة خالد نزار بغض النظر عن هذا التاريخ البشع سواء في الثورة الجزائرية أو ما بعدها وتاريخه العائلي لن نخوض في هذا الأمر لكن نخوض فقط باختصار شديد على هذه العودة والتي تزامنت بما نقلته صحيفة الوطن اللاطقة بالفرنسية والصادرة بالجزائر والتي قالت بأن هناك إجراءات أو أن هناك تواصل خاصة بعد استعادة بونويرا المساعد الأول الفار إلى تركيا استعادته من تركيا واستماع إليه في انطرف الأجهزة الأمنية والاستماع إليه انطرف القضاء لقضاء العسكري وتوجد ملفات ومعلومات خطيرة وشبكات كشفها هذا المساعد التي تتعلق بقضية فراره وهروبه وهناك تحدثت جريدة الوطن عن إجراءات أو أن هناك اتصالات من طرف القيادات العسكرية الحالية بجنرالات فارين في الخارج بصدد استعادتهم وخالد نزار في خرجته تقريبا نفى أنه يكون أي مفاوضات ولكن هذه الخرجة أخذت الكثير من الأبعاد هناك من يقول بأن النظام الجزائري القائم الآن والرئيس تبون بصدد استعادة هؤلاء الجنرالات لكسب ودهم حتى لا يكشفوا المعلومات التي لديهم في الخارج وطبيعي جدا من حيث المبدأ أن أي مؤسسة عسكرية يكون لديها مسؤول بدرجة جنرال كان في مناصب عليا وفرر الخارج ستستعمل كل الطرق إلى استعادته لأنه سيشكل قنبلة موقوطة ضد الأمن القومي بلا أدنى شك ولكن من هذا وفق طرق تعرفها الأجهزة وتعرفها المؤسسات في مثل هذه الحالات لكن هل حقيقة هناك تواصل مع خالد نزار خالد نزار بنفسه نفى هذا ومن يقرأ رسالة خالد نزار ويفهم نفسية خالد نزار سيدرك تماما وتمام الإدراك أن هذه الرسالة ما هي إلا غزل من خالد نزار إلى السلطات الجزائرية الرجل في مرحلة معينة قلب الطاولة على القايد صالح وعلى النظام الجديد وفر إلى الخارج ولكن الوضع الذي يتواجد عليه في الخارج وخالد نزار من الناس الذين تربوا في أحضان النظام منذ 62 ولا يمكنه مثل السمكة لا يمكنه أن يعيش خارج النظام حتى لو كان أنه في بيته وليست لديه أي مسؤولية لكن خالد نزار كان دائما التواصل مع الجنيرالات ومع المسؤولين ومع الوزراء وكان دائما قريب من هذه الدوائر وكان دائما يشعر بنوع من الأمان ويشعر بنوع من الأهمية خاصة أنه تجاوز الثمانين عمري إلا أنه دائما يشعر ولكن الآن عندما وجد نفسه موجود في إسبانيا في شقاء أو في أي مكان آخر ليس له تواصل ليس له قيمة مطاردات وملفات تطارده حكم غيابه بعشرين سنة سجن نافذة هو وابنه تطارده مذكرة توقيف تطارده ربما ستصادر أملاكه في الداخل كثير من الأمور ضاعت منه ورجل مثل خالد نزار وطبيعته ونفسيته لا يمكن أبدا أن يعيش في هذا الظرف أنه يعيش في وضع مطارد أو يعيش في موضع معارض هؤلاء لا يعرفون هذا الشيء دائما يريدون أن يعيشوا تحت ظل المؤسسة العسكرية قال نزار منذ كان في المؤسسة هراو في المؤسسة لكن بعده عاشت تحت ظل علاقاته مع التوفيق وعلاقاته مع العربي بالخير وعلاقاته مع دوائر في المؤسسة العسكرية والجنرالات في المؤسسة العسكرية كان دائما حتى المعلومات المتوفرة لدينا أنه دائما على الأقل عنده مجلس أسبوعي في فيلته في حضرة يجوه ناس ضباط ويحكوا لماذا يدور في المؤسسة العسكرية يريد دائما أن يعيش وهو يدري ما يحدث في المؤسسة العسكرية خالد نزار يعيش بوهم أن المؤسسة العسكرية أنقذها أنه أنقذ الجزائر أنه من المفروض يكون له تمثال وهو ورّت الجزائر بمعنى الكلمة في حرب أهلية وهذا لا يعني أنه ننفي دور الطرف الآخر اشتركوا في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله